أول سؤال بيقول المراضف هونا يمشون على الأرض هونا يطرى هل ضعفا ولا سكينة ولا ذلا ولا مللا طبعا درسنا مع بعض أن كلمة هونا يعني بيسيره في سكينة ووقار يبقى إذن هونا معناها سكينة مضاد إصرف هل إبخل أمسك قرب زين طبعا هنا بنأكد بسؤال المضاد لازم الأول أجيب المعنى وبعدين أحوله للمضاد طبعا هنا إصرف بمعنى إيه أبعد بيدعو عباد الرحمن ربهم أن يبعد عنهم عذاب جهنم أبعد مضادها هيكون قرب إجابة صحيحة السؤال الثالث بيقول مفرد سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامة سجدا كلمة جمعة مفردها يطرى مسجد أم سجدة أم سجود أم ساجد طبعا ناخد بالنا أنها يجب لنا دايما الاختيارات قريبة جدا من بعض ومن نفس المادة بتاعة الكلمة يعني هنا عندنا المادة السين والجيم والدال موجودة في الأربع اختيارات عندي لكن سجدا طبعا هيكون مفردها ساجد سؤال في مواطن الجمال بيقول ما علاقة عبارة قالوا سلاما بما قبلها طبعا لازم أرجع لها في الآية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أنا لو بصيت عندي هنا إذا خاطبهم الجاهلون هلاقي دوة اسلوب شرط وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ده عندي جملة فعل الشرط اللي هي خاطبهم الجاهلون طب الجواب بتاحها إيه؟ قالوا سلاما يبقى هنا دايما عندي جواب الشرط دايما بيكون نتيجة لما قبله يبقى هنا العلاقة هكون نتيجة لما قبلها في الآيات السابقة أربع صفات لعباد الرحمن اذكر هذه الصفات طالب مني هنا الصفات الموجودة عندي في الآيات دي تحديدا مش الآيات كلها بتاعت النص طب ما تيجوا نشوف مع بعض كده بيقولوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون ده صفة ايه؟ طبعا هكون صفة التواضع وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يعني إذا حد اعتدى عليهم بالقول سيء ما بيردوش عليهم بقول سيء بل ايه؟ يردوا بالإحسان يبقى رد الإساءة بالإحسان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بيعملوا ايه في الصفة دي بيؤدوا صلاة بالليل أو يبيتون في الليل ايه؟ في الصلاة والذين يكونون ربنا صرف عنا عذاب جهنم هنا دعاء بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنهم عذاب جهنم يبقى الصفات اللي عندي التواضع بين الناس ورد الإساءة بالإحسان وكثرة الصلاة بالليل والخشية من عذاب النار تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن